لا صوت يعلو فوق صوت الفساد في الاتحاد الافريقي وبمعنى كلمة فساد بيعني الفساد الاداري عايز توجه اي فساد في اي مكان في العالم شيل النظام ما تعملش نظام لو عندك سيستم لو عندك نظام عمر ما هيبقى فيه فساد عشان كده هتلاقوا ان احنا زي ما نقولتلكوا عبل كده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ان الاتحاد القرية الوحيد في العالم اللي ما فيهوش نظام هو الاتحاد الافريقي ليه؟ عشان يبقى فيه توجهات ليه؟ علشان نمشي مصالح بعض شيلني وشيلك همشيلك حاجة هنا وانت تمشيلي حاجة هنا وهو ده اللي بيحصل دلوقتي بالزبط لو حضراتكم شفتوا ايه اللي بيحصل في اخر تمانية واربعين ساعة هتعرفوا حجم الازمة اللي احنا عايشينها في كرة القدم الافريقية والحمد لله انا كنت اول واحد اشرت وقلت ومخفتش وبكل شجاعة من سنة او من سنتين عن الفساد اللي موجود في الاتحاد الافريقي وبكرر كلمة فساد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتاني بالفساد ما بعنيش الفساد المادي ان فيه مرتشيين ولا فيه لا فساد اداري الفساد الاداري في اي مكان هو اسوأ مليون برة من الفساد المادي ليه؟ لانه بياخرك سنين لورا كل الناس اللي حواليك بتتقدم الا انت انت القارة الوحيدة اللي مش عارف تتقدم في كرة القدم طبعا انا بقول الكلام ده لان انتوا حضراتكم عارفين ان احنا عايشين ازمة كبيرة بقالنا 48 ساعة في ازمة موضوع او ازمة ملعب مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا الطبيعي ان في كل حتة في العالم بيتعلن عن مكان المباراة النهائية قبل بداية البطولة وقبل بداية البطولة بكتير ولكن في افريقيا بيتعلن عن مكان المباراة بعد ما اعرف مين اللي ممكن يلعب ومين اللي ممكن اوجه له انه الملعب يكون في ملعب الفريق اللي الاتحاد الافريقي عايز المباراة تكون مقامة مقامة عليه للأسف للأسف احنا بنعيش في عالم مش تالت عالم عاشر في افريقيا في كل الاتجاهات عندنا مشاكل كتيرة جدا ومفيش اي حد ولا بني ادم بيتصدى للمشاكل دي وعايز استرجع مع حضراتكم ايه اللي بيحصل وعايز الاول اقول لكم المستجدات اللي حصلت النهاردة لان الكلام امباراة اتكلمنا فيه كتير النهاردة النادي الاهلي اصدر بيان انه هيصعد قزمة ملعب المباراة اللي طبعا قريدي تحددت من امباراة من قبل الاتحاد الافريقي بعد المباراة الاولى من السيمي فاينال ان المباراة هتكون على ملعب محمد الخامس النهاردة النادي الاهلي اصدر بيان زي ما حضراتكم شايفين بيقول ان الاهلي يقرر تسعيد ازمة ملعب نهاية دور الابطال للمحكمة الرياضية الدولية وطبعا نص البيان ان قرر النادي الاهلي لاحتكمة للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في ازمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا ردا على رفض الاتحاد الأفريقي لقرة القدم إقامة المباراة المشارئة إليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهاية ده طبعا بيان تابع للبيان اللي أصدره النادي الأهلي قبل ما يعلن مكان ملعب المباراة اللي هو كان بيطالب فيه بالعدالة ما بين الأربع فرق اللي موجودين فيه السيمي فاينال وطبعا النادي الأهلي الموضوع بالنسبة له دلوقتي واضح وصريح واضح وصريح ان التصعيد حتى النهاية التصعيد حتى النهاية النهاردة اتحاد الكرة أصدر بيان بعد ما النادي الأهلي أصدر بيان التصعيد إلى المحكمة الرياضية النادي الأهلي بيقول ان احنا بنطلب الاتحاد الأفريقي بنقل ملعب المباراة إلى ملعب محايد والاتحاد الكرة طبيعي انه بيساند النادي الأهلي ده طبعا نص بيان الاتحاد الكرة أمام حضراتكو وطبيعي أن اتحاد الكرة بيساند النادي الأهلي في أزمته مع الاتحاد الأفريقي وده نص اتحاد الكرة زي ما حضراتكم شايفينه